انتو قلتنا احنا ليبيين كلنا زيبات خلال الحرب الليبية عام 2011 دعت ايمان العبيدي بانها اغتصبت على يد مجموعة من عناصر الكتائب الامنية الموالية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وفي مجتمع يعتبر جرائم الجنس امرا محظورا كسرت ايمان حاجز الصمت وتكلمت بما لا يجرؤ مجتمعها بنطقه تكلمت عن عملية اغتصابها التي صورت بهواتف تمت مصادرتها من موالين للقذافي انذاك من المعلومات المؤكدة ان هذا الاغتصاب تم بشكل ممنهج لكن هذه الاعمال الوحشية لم تبدأ ولن تشهد نهايتها في ليبيا فاحصائيات الامم المتحدة تفيد بان ما بين 20 الى 50 الف امرأة اغتصبت خلال الحرب البوسنية وتتزايد الارقام في حرب سيرليون حيث وصلت حصيلة ضحايا الاقتصاب الى 65 الف ضحية اما في مجزلة رواندا فان اكثر من 500 الف امرأة تم اغتصابهن خلال النزاع الذي استمر مئة يوم وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية قامت مراكز الصحة بالابلاغ عن 40 حالة اغتصاب كل يوم وقعت في مناطق النزاع حينها ولكن هنا تقل العدالة مع ازدياد عدد الاشخاص المختبئين خلف جدار الصمت نحن هنا لنطالب بامر بسيط للغاية فنحن نطالب الحكومة في الخرطوم باقاف قتلها لمواطنيها من رجال ونساء واطفال عليهم ان يتوقفوا عن اغتصابهم وتجويعهم نحن نعلم ما هي مطالب ضحايا هذه الجريمة تحقيق العدالة والاعتراف بهذه المأساة هذا وقد قامت سفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة انجلينا جولي بانشاء مبادرة بالتعاون مع الحكومة البريطانية لمعاقبة من يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولمحاسبتهم قضائيا على ما اصبح يعرف منذ عام 2001 بجرائم ضد الانسانية